لا سمح الله لا سمح الله تخيل انه في حالة حرب في الورد والان في حرب شو بيكون اداءنا كل ياتنا بدنا ندرك انه في حرب صح؟ طبعا بيكون حتى تواصلنا مع الوطن انه في حرب وبيبلش نتطوع واللي كان دورة وظيفة بيقول لك استنى شوي لحد ما نشوف شو بتصف مزبوطه لده اليوم انت في حرب انت كل يوم قاعد بصلك على التلفون وتشوف على التلفزيون اصابات وقتلة فيه كل يوم مش اليوم اجا اصابات عدد و عدد كبير طيب شو الفرق بين واحد يقصفك وفيروس يقصفك النقطة مهمة جدا اليوم في حالة حرب 24 ساعة قاعدة الناس تشتغل وبيجيك بعض الاحيان اشخاص بيقول لك انا حقي بدأشتيا مزبوط حقك تشتغل لكن انا قاعد بحاول احافظ احنا بنقضب فيهم وتقضب الناس بتروح الناس فاليوم وين المشكلة؟ العالم بيقول لك يا دوب ماسك انا بسناني على الموظفين اللي عندي وفي نفس اللحظة في واحد بيقول لك لابد اني اشتغل اليوم طيب نروق على بعضه شوي مطعم طاقته الاستيعابية حسب امر الدفاع 5% وفيه 30 موظف وممنوع يروح منه ولا واحد طيب كيف بدأ احط فيه كمان موظف؟ يعني هو نفسه كيف بدأ يطلب كمان موظف؟ فهي نقطة مهمة لذلك احنا بنتأمل من الاخوان المواطنين انه هذا انا عشان بس كمان احط الناس في الصورة لما صارت جائحة كورونا اول واحد من الاوائل بلاش اقول اول واحد انا داومت بمكتبي خلال الجائحة وكنت كل يوم اطلع بفلمين وثلاثة دعما للوطن وقفت مع الحكومة على الرغم ان انا كنت ضد الحكومة لكن وقفت مع الحكومة وكنت اغرف استثنائي لانه انا شعرت انه انا والله العظيم انه كان عندي وجع في ظهري شهر كامل ما كنت اتحرك اقسم بالله يوخذوني على المكتب اخذ ووقفوني توقيف واشكي لانه انا وقفت مع البلد وكنت اقول فيه هون مشكلة واتواصل مع المواطنين واخد كل الامور اللي بتصلني وحاول اوصلها وقفت مع البلد وفيه ناس كثير افضل مني يوقفون مع البلد اللي انا بقوله اليوم خلينا برضو اللي عنده مطلب كان قديم نصبر على بعض شوية لحد بس نفتح يعني اليوم انت فيه ناس مغلقة واحد مغلق قطاع مغلق الرياضة الاطفال مغلق المؤتمرات مغلق الجيم مغلق النادل فاليوم في عندك حالة عمرها ما صارت في التاريخ واحد حاط كمامة مبارع عندي بالوزارة اغلقناها يوم طب انا خلال وجودي في الحكومة اغلقنا وزارة العمل فوق الهمس مرة طب هذا طبيعي عمرك سمعت في وزارة عمل تغلق طيب انا بقعد مع وزير من الاخوان اللي معنا بتفهمنا وياه بنقول خلاص بوكر بنبدأ نشتغل ونقول انه 14 يوم كورونا الدنيا مش زي ما الدنيا زمان يعني وكاننا نقول بانه هذا ظرف استثنائي ظرف مشي طبيعي وما يقدم الان هو استثنائي يعني مش كامل ولا مميز ولكن بالحد الادنى اللي مشي احنا بنحاول كل جهدنا يعني كمان في نقطة مهمة الناس قاعدة بتقول لي انت قلت هيك ما انا قلت هيك قبل ثلاث سنوات انا بقول اعطوني حالة من الحالات اللي ايامه كنت احكي طبيعي اعطيني الوضع اللي كنت احكي عنه طبيعي وقل لي هيك في نفس الوضع الطبيعي وارجينا شغلة اما تكون الدنيا واقعة ومسحس لي وتتشرفت وتقول لي تعال انت قلت هذيك اليوم طب انا قلت انا عمري قلت انه في الكورونا راح يصير ايه